لم تكن عجلة الصراعات السياسية في العراق لتنتهي عند انفراط عقد تحالفات فحسب بل صار الأمر أشبه بحلبة مصارعة يتناسب أمد الصدام مع حدته ترديا بعد فشل تحالف زعماء ميليشيا الحشد مع حيدر العبادي أقدم الأخير على قراراتنا ثارت حفيظة حلفاء الأمس وظهرت جليا مدى عمق الشرخ بين الفرقاء فأجر العبادي جملة تعديلات شملت عادة هيكلة الميليشيا فتساوت رواتب عناصر الميليشيا مع القوات الحكومية كما طبقت بعض الشروط المعتمدة في وزارة الدفاع على ميليشيا الحشد وبالرغم من أن الجانب المالي طغى على ردود الفعل المتعلقة بالقرار إلا أن الجوانب الإدارية فيه كانت محطة جدل واعتراض إذ نص القرار على إشراف ضباط من حملة رتبة الأركان في الجيش على وحدات ميليشيا الحشد وهو شرط لا ينطبق على معظم القيادات الحالية الأمر الذي أثار حفيظة قادة تلك الميليشيات فخرج الخزع لزعيم ميليشيا العصائب بهذا الشكل قادة الحج الشعبي أمراء الألوية المعاونيات الاختصاصات الأقسام يجب أن يكونوا من حج الشعبي مو يجلب لهم قادة من غير تشكيلات ليش نأكد على هذه المسألة بالمثل أو بالمثل العسكري حكم العسكري يقولون أحدهم شخصيا ما يقول أعطني 20 خروف يقوتهم أسد ولا أعطني 20 أسد يقوتهم خروف نبرة الخزع للتي لا يمكن بحالا من الأحوال فصلها عن سابقاتها التي تؤكد سطوة الرجل وزملائه على المشهد في العراق تنبه أن صداما مؤجلا بشأن هذا الموضوع سيحان إلى مبعد الانتخابات البرلمانية القادمة في الثاني عشر أيار القادم وبين دعاية انتخابية وقرارات يصفها مراقبون بأنها مفزعة المضمون تبقى البلاد رهينة واقعا مرير بلغ عامه الخامس عشر ولا يتوقع له أن يتغير قريبا